السلام عليكم هذا درس صغير ان شاء الله تستفيدوا منه بيحكي عن الترمبة البنزين وعن الرلايات اللي بتشاغله هوني مثل ما تعلمنا لأرقام 30 وهنا في قري يعني للراديو و 15 و 50 هو للمرش للأنلسة وهذا 31 الكهرباء جاي على هال الرلاي واخد بارد هو الرلاي ايخد بارد هايدي الرلاي الرئيسية يعني بسموها الهوبت رلاي ايخد بارد من الكف في الكمبيوتر اللي هو الاتسي او او الموتورشتو اجريت و بيتحول هون الكهرباء بسموها لاست شتروم وهدا اسموه شتويا شتروم هذا خط التشغيل وهدا خط المقاومة القوة بيعطي هوني كهرباء بلوس البقاخات ولل الليرلوشتلا اللي هي بتعير لدعسة البنزين وبتعطي له اللي هو الكامشافت ولسنزورات يعني بتكفي الكهرباء اللي هي كرافتشتوف بومبن ريلي وهي الريلي تبعية الترومبت البنزين بتتحول الكهرباء من هون وهت اللي بيجي رسالة من ال HCO من الكاف بيرت سيكنال على الريلي بتشتغل هي ترومبه وحاوضح لكون اكتر وخليكم معنا ضايقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برث صغير هوني منحكي عن ترومبت البنزين هالترومب اللي هون كيف بتشتغل بالسيارة على بركة الله بسم الله متل ما تعلمنا انه ثلاثين هوني عنا ار كمان اول كبسي لذلك هوني عنا ار كمان اول كبسي لذلك الراديو وعننا خمستاش وخمسين هو للمرش اللي هو بالالماني اسمه اللاسا السلف اذا مفتح اول طقة هوني اللي هوني اشتغل الراديو والطقة التانية الكبسة التانية اللي هي اللي هون الخمستاعش ضوى التابلو هوني زي ما نلاحظ الكهربة بتمرق ضوى وبنفس الوقت اعطاني الكهربة على هالريلي واشتغل الراديو واشتغلت الراديو اشتغلت الراديو اشتغلت الراديو مرقة الكهربة على الراديو بعد الراديو هوني هكتبتم بالغلط اشتغل هوني 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 اشتغلت الرلي اشتغلت الترومبي والتك اللي هي للمرش نضوح ازبت مرأ الكهربة من هون لتدور المرش مرأة الكهربة هيك شغلت هيدا ومشت الكهربة من فوق من 30 ع المرش والمرش يخد بارد من هوني نرجع يعني منعيد اهم شي دول الارقام واحد يحفظهم 31 بارد اول طاقة ثانية صارت السيارة الجهدي للدوران نضرب مرش بدور السيارة ان شاء الله السلام عليكم